روح قتالية ظهرت في أرض المعركة وأيضا في المعارك التفاوضية يعني خليني في البداية أستعرض النقاط والمعارك التفاوضية التي حدثت أثناء الحرب وصولا إلى السلام والتحكيم الدولي شوفي يعني أنا أول حاجة يعني أتذكرها هو مشروع وزير الخارجية الأمريكي روجرس للهدن وفي هذا الوقت كان بيرى أن بناء مصر لحوائط السواريخ لتحمي أرضنا وتحمي شعبنا من الهجمات الفاجرة للطائرات الإسرائيلية اللي زودتها بيها الولايات المتحدة وضربت بيها مدرسة بحر البقر وقتلت الأطفال وضربت بيها مصنع أبو زعبل وقتلت العمال العزل فكان بيعتبر أن الصواريخ دي يعني عمل عدائي أنها بتحمي أرض مصر ولا تنفز إلى داخل إسرائيل ده برضو يدي لك فكرة عن الإنحاز الفاجر إلى جانب إسرائيل وضد مصر كل هذا لم يمس عقيدتنا ولم يمس عزمنا ولم يمس إصرارنا على مواصلة الحرب يعني هذه النقطة كانت أثناء الحرب دي أثناء الحرب قبل الاتفاق الأول أم الثاني لا 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 ده أثناء أثناء الحرب وأثناء حرب الاستنزام حصل بعد كده اتفاقيات فض الاشتباك الأولى والثانية حارب اتفاقات فض الاشتباك دي لن نستطيع أن نقول عليها اتفاقات سلام اتفاقات فض الاشتباك دي اتفاقيات بين القادة العسكريين في الميدان لالفصل بين القوات لإعطاء فرصة للتفاوض طيب ثم حدث بعد ذلك أن يعني انتهت الحرب وبدأنا أولى مراحل السلام حينما أعلن الرئيس محمد أنر السادات في مجلس النواب ذهابوا إلى الكنيسة حدثك عصرت هذه الفترة كيف كان وقع هذا الخطاب عليك شوفي يعني لا أخفي عليك كانت صدمة يعني أنا من موليد عام النكبة يعني موليد 1948 رضعت منذ يوم أولدي أن إسرائيل هي العدو وأن حرب مع إسرائيل ده واجب مقدس لما وصلنا إلى دور النطج ولما أرينا التاريخ الرئيس أنر السادات بعد أو أثناء الحرب ودي وسائق وتقدري ترجعي عليها في جوجل في عملية أمريكية اسمها أوبريشن نيكل جراس أوبريشن نيكل جراس دي بتوري الجسر الجوي اللي أرسلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل لتعويض خسائرها في الطائرات في كل حاجة لتعويض خسائرها اللي تجبدتها في الحرب وفي نفس الوقت كرست الأقمار الصناعية بتاعتها لكشف أرض المعركة لإسرائيل من يقول أن حرب 67 والصغرة ده هذا يعني كلام مغرد وكلام سخيف الجيش المصري في 73 حقق انتصار مئة في المئة تدخلت قوة أخرى حتى تسند ربيبتها وحليفتها رئيس أمرو السادات أدرك في هذا الوقت إن إسرائيل لن الولايات المتحدة لن تسمح بهزيمة إسرائيل عسكرية وأدرك إن العملية هتبقى مجرد استنزاف لمصر واستنزاف للعرب دون نتيجة في التعبيرات الاستراتيجية نظرية المباريات يقول لك مباراة صفرية النتيجة إن إذا كسبت كسبت شيء ما أنا أخسر شيء وفي مباراة إيجابية النتيجة يعني ممكن أنت تكسبي وأنا أكسب فرئيس السادات أراد أن يحول العملية إلى مباراة إيجابية وأدرك وإدراك مهم جدا إن المعركة بين العرب وبين إسرائيل هي معركة حضرية معركة علم معركة تكنولوجيا معركة إعلام معركة سياسة وإذا استطعنا أن ننتصر في كل هذه المجالات فحيكون إسرائيل كأن وجودها منعدم يعني حضرتك شايف أن وجود أمريكا ومسندتها لإسرائيل هي التي أدت إلى عدم تحرير مصر لسينا عبر الحرب لأن هذا السؤال يطرح كثيرا يعني يعني كل هذا إذا لم يكن وراءه الانتصار العسكري في الحرب والشعور بقدرة وإرادة مصر على الحرب كان يعني ما أنت قبل 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 هذا لا هناك كانوا يرفضوا فكرة التفاوض وأن يعني ينبغي الاستكمال لآخر نقطة كان فيه كان فيه ناس يتفكر كلا يعني لكن المراجعة التاريخ ومراجعة المنطق ومراجعة توزنات القوة بتقول غير هذا أكيد ترجمة نانسي قنقر